أزمات متعددة يتعرض لها العراق وكوارث منتظر يحذر منها مراقبون وخبراء في مقدمتها الانهيار الاقتصادي الذي قد ينجم على الاقتراض بعد سنوات من الفساد والفشل في إدارة الدولة ومواردها عضو مجلس النواب الحالي علي اللامي قال إن لجوء الحكومات المتعاقبة إذا القروض المالية جريمة بحق الشعب والبلاد نظرا لسلبياتها الكثيرة مشيرا إلى أن 5 مليارات دولار دفعت كفوائد قروض في موازنة 2019 وأن الحكومة الحالي ارتكبت نفس الخطأ ولجأت إلى القروض التي قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي بدورها دعت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي إلى تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد وتفعيد القوانين الخاصة بتطوير القطاع الخاص وكفالة الحماية الاجتماعية للفقراء وحذرت اللجنة من أن استمرار الدولة بسياسة الاعتماد على الإرادات النفطية ستدفع البلاد نحو الانهيار المالي والاقتصادي داعية إلى أصدار قرارات وحلول جريئة منها تفعيل قطاعي صناعة والزراعة للمساهمة في الحفاظ على العملة الصعبة وتوفير فرص استثمارية تخفف من الضغط على القطاع العام ويؤكد مراقبون أن الحكومة الحالية كحال الحكومات التي سبقتها تفتقر لأي خطة حقيقية لحلحلة الأزمات المتعددة التي تعيشها البلاد وتكتفي بالشعارات التي تطلقها دون تحديد الأولويات التي يجب البدء بها بحسب الخطورة والأهمية وتعتمد على الحلول الترقيعية كما هو حاصل في التعامل مع المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات واستمرار عمليات التلاعب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين وفساد سوق العملة وغيرها من منافذ الفساد وسرقة المال العام والتي تتطلب منظومة قانونية وأمنية غير متوفرة حاليا في مؤسسات الدولة التي ينخرها الفساد ويعيش العراق أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي وتفشي فيروس كورونا والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وهدر المال العام لسنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وهما قد يضع مستقبل العراق على كف عفريت صنعه نظام المحاصصة الطائفية وأحزابه الفاسدة ترجمة نانسي قنقر